السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مطبخ أمنادة وصفة اليوم بإذن الله سأقوم بالتخطئ بجوء كرم بطيسياء مع الكرم الخفيفة نتعرف على جميع أسرار المكونات 250 غرام فارينا 125 غرام زبدة 60 غرام سيكوغلاس مايو عادل زجو مغارف كبار مع مرين مليح حبابيض كاملة نسب ملعقة صغيرة خميرة كميائية ولفاني نروح في طريقة التحضير نديرو الكميه تاع الفارينة نكون وغرب لناها مقبل من بعد نزيدو عليها الكميه تاع الزبدة بالنسبة للفارينة درت 250 غرام الزبدة درت نسب كميه تاع الفارينة اللي هي 125 غرام زبدة لازم دايما تكون الكميه تاع الزبدة نسب كميه تاع الفارينة نبدأ و ندخلو فيها مليح في الفارينة بين يدينا كما راكم سلاحظوا بهذا الطريقة لازم منبسوها مليح وهذا المرحلة جد مهمة في نجاح لفان دور تخت ندخلو مليح حتى نتحصلوا على هذا الخليط اللي يكون مرمل الآن نزيد السيكوغلاس قلت لكم 60 غرام مايو عادل زجو مغارف كبار يكونوا مع مرين مليح نزيد لفاني نصف ملعقة صغيرة خميرة كيميائية لا تكثروا الخميرة الكيميائية باش ما ينتفخو لكم ما يكونوا يطيبوا و نخلط كامل مكونات مع بعض من بعد نلم الخليط بحباب بيض بالنسبة للحبات على البيض تكون مصطف الحجم لا تدروها كبيرة بزاف و ماشي صغيرة باش تجينا سوى سوى و يتلمنا الخليط بهذا الطريقة حتى تحصلوا على عجينة تكون طريقة كما اللي راكم تشاهدوا الآن نغطيها و نخليها ترتاح في الفخي الجيداغ لمدة نصف ساعة نخليها ترتاح و نحضروا كريم باتيسيا نحتاج فيها 300 ميلي لتر حليب مايو عادي الكاس و نصف كبير نزيد معه زوج سافر بيض فقط ثلث مغارف سكر مغير فاومس ماي زينا مغير فاومس زبدة و لفاني بالنسبة للفاني و الزبدة نخلهم حتى الاخير نفرغ الحليب نزيد سافر بيض بالنسبة للمكونات نضيف كل الشيء بارد في بارد بلا من نسخن الحليب ثلث مغارف كبار سكر مغير فاومس ماي زينا مغير فاومس مليح مغير فاومس كبيرة تكون مع مره مليح و نزيد و نصف و نخلطوا كامل المكونات مع بعض لازم من خلطوهم مليح و نضيف خليط 1 كرم باتيسيا و نضيف خليط 1 كرم باتيسيا سوف نحرك باستمرار حتى نرى الخليط بداية قد و يثقل كما راكم تشاهدو و يشكل لكم فقاعات كيف تشاهدو هاد الفقاعات تشكلوا خلاص و نحيوها من النار و نزيدوا للمغير فاتحة زبدة و نضيف الزبدة و نضيف مليح و نضيف خليطة و نضيف و剪ول الزبدة و نضيف زبدة من بعد نضيف titان تكثر و نضيف و نضيف و قام بها نضيف نضيفها بفلما ليمون تير و كي يكونوا نغطو فيها لازم هذا كلو فيه من السطح تعلق خيم باش متشكل مناش القشرة كي يكون تبرد و لازم الليبنات نخلوها تبرد باش نستعملوها ما نقدروش نستعملوها و هي سخونة الان نروح نكمل مع العجينة بعد اللي رتحت نسف ساعة هذو هما ليمو اللي راني راح نستعملهم باش نشكل بهم لتغ طويلات يعني رام متواجدين في المحلات نروح نحطهم جانبا و نفتح العجينة قبل ما نفتح العجينة نحبط بيدي و نحلها بالحلال بهذه الطريقة نحلوها على سمك نصف سنتيمتر ما ندروه هاش خشينا و ماشير قيقة كامل إذا شفتوها تسق لكم زيدور شوغيل شوية فارينا من الفوق متكثروش بزاف شوية فقط نرفض العجينة بهذا الطريقة نلفها على الحلال طريقة جد سهلة و نجيب ليمول توعي بالنسبة ليمول انا كنت دهنتهم بالزبدة و رشيتهم بالفارينا هما ما يسقوش بسكو العجينة راهي فيها الزبدة لكن احنا باش نتفادوا اي التساق ناخذوا الاحتياطات التوعنا كي نرشوهم بالفارينا و ندهنهم بالزبدة ماش يسقو اكيد ندخل هكا العجينة دخلي مول من بعد نحي هذه العجينة الزيدة بالحلال هكا راحين يجونا على سمك واحد مجيش جهة طلعة وجهة هابطة بالنسبة لهذه العجينة اللي زيدت لي من عجينهاش نعاود لمها فقط لمها كشو ندروا عجينة فوق عجينة لمها و نعاود نفتحها و نخدم بها لكن نغطي وها ما نخلوهاش معرضها للهواء باش ما تنشف الناش لموها هكا فقط و نغطيها الان نروحوا لطريقة التشكيل تبعوا لبنات شوفوا كي مران يندير لازم تضغطوا بالاصابعتاكم على الاطراف كامل تعل المول هكا بهذا الطريقة و نخرجوا كامل اللي هو اللي يكون لداخل من بعد بسبعتية نبدأ نشكل فيها مليح بالكبير و هذا اللي هكا نشكل باش يجونا الشكل لتحام الشباب مع الاطراف شوفوا الفرق بيناتهم كي سقمت هذي وهذي الحواف تحو هذي كيفاش كانت نكمل نخدمهم كامل و نعاودون تلاقوا راهي وجدة العجينة تعيدتها في كامل ليمول الان نواش ندير روح ندخلها في الفخي جيداغ يعني نتعاود تبرد لمدة نصف ساعة و احد اخرى هذي المرحلة جد مهمة اللي بنات لازم تبردوا العجينة في الفخي جيداغ نصف ساعة من بعد اللي تخرجوها نصف ساعة تثقبوها بالفرشيطة كي ما رانين ديرها كتعملوا فيها ثقوب و تدخلوها طيب على درجة 180 تكونوا سخنتوا الفوغ مقبل لمليح من بعد تطيبوها كي تدخلوها تبرد من بعد تدخلوها طيب مش حتى هبطيكم في الفوغ تحكم روحها مليح و كي تكون الطيب اذا شفتوها عاودت انتفقت لكم خرجوهم و عاودوا ثقبوهم بالفرشيطة و دخلوهم حتى تشوفوهم نشفوه كمية الفواكه بالنسبة للفواكه انا عندي حبا كيوي شو يتفخ و شو يفخز لكن يبقوا على حسب انتوما وشكاين عندكم ديروا الفواكه اللي راهم متواجدين عندكم في البيت بالنسبة لكيم باتيسياغ بعد اللي بردت كيت برد تحسوها ثقيلة و تشكل كتلة عاودوا و اضربوها بالباطق ترجع لطبيعتها الأولى شوفوا القوامتها كيفاش يرجع ما تكونش سائلة و ما تكونش ثقيلة بزاف انا درت لكيم باتيسياغ تاعف اون بوش ادوي و راني انشكل بهذا الطريقة و تقدروا كذلك تفرغوا لكيم غير بالمغرفة فقط لكن لا بوش بلو بخاتيك على المغرفة و كذلك الخدمة راح تجين نقية و متحوفة نعمرهم كامل بعد نزينهم بالفخوي بالنسبة للفاكهان نقطعتها كما راكم تشاهدوها كقطع صغيرة يعني ذاي من تزين كما نقول لكم يقعد على الحسب الرغبة و الفواكه اللي يكونوا عندكم ديروهم و الشرطة تقيدوا انا اخترت هذا الالوان و قبل منذير الفخوي تاعي في التغطولات نمسحهم بالنباش هو اللي راح يحافظ على اللون تاع الفواكه و يعطيهم كذلك لانه كما تعرفوا تفح غير نقسموه راح يتغير اللون تاعه انا كملتهم كامل لتغطولات التوعي نحطوه في طبق التقديم و نعودو نتلاقوه هذا هو الشكل النهائي تالي تغطي للتوعي جو روعة الشكل التحوم رائع و كذلك ذوق ولا ارواع جو بزاف بنان لعجينا جات مقرمشا و لاك خام بزاف خفيفا هاي لين جربوا لبنات الوصفة كنوا متأكدين من ناجحة لانه انا ما نعطي لكم شو وصفة الا اذا كنت جربتها مرات عديدة و متأكدة من نتيجة نتمنى تكون نالت اعجابكم من وصفة اليوم البنات جربوها و خلو لي ارأكم في التعليقات و ما تنسوش تدعموني بجام و تبارتاجي ولا فيديو نلتقي باذن الله في وصفة اخرى استودعكم الله و السلام عليكم